بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مشاهدين العزاء ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من بنامجكم قصة مرض في هذه الحلقة سوف نتناول مجموعة من الأمراض الرأوية وهي حالات صحية تؤثر على جودة التنفس وإنسيابية التنفس وهي مجموعة من الالتهابات التي تصيب الرأة وكذلك بعض الأورام السرطانية وحالات صحية أخرى في هذه الحلقة سوف نناقش هذه الأمراض والعلاجات والحالات الصحية لهذه الحالات مع مجموعة من الأطباء المختصين ومجموعة من المرضى لنفهم بشكل أعمق وأوضح طبيعة هذه الأمراض فابقوا معنا تتفاوت الأمراض الرأوية في خصائصها وأعراضها ويمكن أن تكون مزمنة أو حادة تؤثر هذه الأمراض على قدرة الجسم على التنفس ونقل الأكسجين وإزالة ثاني أكسيد الكربون يجب تشخيص الأمراض الرأوية وعلاجها بوسط أطباء الرئة المختصين لتحسين الراحة والوظيفة الرأوية وجودة الحياة تشمل هذه الأمراض الطرابات التنفس والالتهابات الرأوية والأورام السرطانية والأمراض الوراثية وأمراض الانسداد الرأوي المزمن والتهاب القصبات المزمن والتليف الرأوي والتهاب الجوب الأنفية وغيرها من الحالات مثل ما تعرفون هذا الموضوع من أهم المواضيع وأكثرها انتشارا والتهابات الجهاز التنفسي تعتبر واحدة من أهم المشاكل التي نواجهها يوميا في حياتنا العملية في كل المؤسسات الصحية التهابات الجهاز التنفسي تختلف بشدتها وبخطورتها حسب نوع الالتهاب وحسب الكائن المسبب للالتهاب وكذلك تعتمد على المريض نفسه حالته الصحية ممكن بشكل عام نقسم التهابات الجهاز التنفسي إلى التهابات حادة والتهابات مزمنة الالتهابات الحادة هي الأكثر شيوعان والتي تكون ناتجة أما عن عدوى فيروسية أو عدوى بكتيرية وطبعا مثل ما تعرفون العدوى البكتيرية تكون أكثر شدة وأكثر خطرا طبعا الالتهابات الفيروسية بالعادة تكون أقل شدة وأقل تأثيرا تعتمد أيضا على مكان الالتهاب أدنى الالتهابات الجهاز التنفسي تبدأ بالتهاب الحنجرة التهاب البلعوم وثم نزولا إلى القصب الهوائية وآخر شيء أدنى التهاب ذات الرئة القصبي اللي يعتبر هو واحد من أكثر الأمراض حدة وشدة أعراض المرض أو بشكل عام الالتهابات الجهاز التنفسي أعراضها أكو أعراض عامة تشترك بها بكل مسبباتها حمى ارتفاع بداشت الحارة إحساس بالنحول التعب بالتعرق سعال قد يكون جاف وقد يكون متصاحب ببعض الإفرازات آلام بالصدر ضيق بالنفس هذه كلها أعراض وعلامات مشتركة في جميع التهابات الجهاز التنفسي طبعا هذه الأعراض تختلف في شدتها حسب مثل ما قلنا حسب الكائن المسبب يعني حسب الفيروس كان أو بكتيريا تحدث الأمراض الرئوية بسبب العديد من العوامل منها العوامل الوراثية بالأضافة إلى ذلك فإن التعرض للمواد الكيميائية بشكل مستمر وكذلك إلى المواد السامة وبعض المنظفات المنزلية كذلك تؤثر على صحة الجهاز التنفسي وكذلك من أهم العوامل التي يتعرض لها الكثير من العراقيين هو تقلب الأجواء والعجات كما نسميها في العراق في مختلف فصول السنة فإن التعرض لهذه الأتربة تؤثر بشكل أساسي وبشكل جدي على صحة الجهاز التنفسي النظافة الشخصية مهمة جدا غسل اليدين يعني جدنا نركز على غسل اليدين وكثير من عندنا يعتبرها فتشي بسيط وفتشي ثانوي ولكن غسل اليدين بصورة منتظمة مهم جدا في تجنب الإصابة بالأمراض التنفسية من العوامل أيضا التي تؤدي إلى زيادة الإصابة بالأمراض التنفسية مناعة الشخص يعني الشخص المناعة قليلة بكل سهولة ممكن أي فيروس أو أي بكتيريا ممكن سبب عنده التهاب قوي والمناعة طبعا شون إحنا نزيد المناعة عن طريق الغذاء الصحي الابتعاد عن الأخذية المشبعة بالدهون والسكريات والكاربوهيدرات الغياضة الحركة نظام الحياة الصحي عامل مهم جدا في زيادة المناعة الشخصية وبالتأكيد طبعا إحنا التلوث هذا واحد من أهم الأسباب خصوصا بالتهابات الجهاز التنفسي المزمنة إحنا ما حشنا عنها هو موضوع كبير بحد ذاته هذا أهم سبب من أسبابه هو التدخين التعرض إلى الأذخرة والغازات الملوثة للجو والبيئة هذه أيضا طبعا من الأوامل المساعدة على انتشار هذا النوع من الالتهابات يمكن أن تظهر أمراض الرئة بأعراض مختلفة مثل صعوبة التنفس والسعال المستمر والألم في الصدر وضيق التنفس والإرهاق الشديد يتطلب التشخيص الدقيق لأمراض الرئة إجراء فحوصات الرئة المختلفة مثل الصور الشعاعية واختبار وظائف الرئة والتنظير الرياوي والفحوصات الدموية الأعراض قد تشتبه إلى حد ما مع أعراض التهابات الجهاز التنفسي الأخرى ولكن يختلف بأنه أكثر طول فترة زمنية طول أكثر يعني ممكن التهابات الجهاز التنفسي الاعتيادية تطول من عشر تيام إلى أسبوعين التدرون لا إذا بدون علاج قد يستمر إلى أشهر وقد يؤدي إلى مضاعفات وخيمة تنتهي بتلف الرئة وفشل الجهاز التنفسي العراض تكون صخونة حرارة اهتفاع بداشة الحارة عادة أثناء الليل تعرق أثناء النوم تعرق ليلي المصاب سوف يشكو من حالة نقصان بالوزن شوف وزنه يذبل حتى مرضى التدرون معروف عنهم أنه يكونون ضعيفي البنية شحوب ونحول سعال عادة مترافق مع بصاق دموي هذه واحدة من أكثر العلامات اللي بالواقع هي تخلي المصاب يقلق ويبحث عن الاستشارة الطبية العلاجة طبعا متوفرة وموجودة ولكن المهم التشخيص يكون مبكر نجي على وسائل التشخيص يعني بشيء من العجالة نحاول أنه نوضحها للسادة المشاهدين التشخيص أولا الحالة السغيرية من نأخذ التاريخ المرضي للحالة كذلك الفحص السغيري نستعين بالصور الشعاعية أشعاط الصدر أيضا مهمة جدا للتشخيص وقد نحتاج إلى فحوصات إشعاعية أكثر دقة مثلا فحص المفرس لرئة لتحديد مكان الالتهاب ونوعية الالتهاب بالإضافة إلى الفحوص البكتيرية ممكن نسوي نأخذ الفرازات البصاق ممكن أنه نزرعه في أوصات زرعية مختبرية لمعرفة الكائن المسبب والأدوية اللي ممكن أنه تقضي عليه وتعالجه يعني كثير الكثير من الفحوصات المختبرية ممكن أنه تساعدنا في تشخيص الحالة نأتي على موضوع أيضا مهم جدا ألا وهو شنو هي الأسباب أو العوامل التي تساعد على انتشار الالتهابات التنفسية الحادة نحن عندنا تجربة مهمة جدا كنت طلعنا من عندها ما صارنا فترة طويلة إلى وهي جائحة كورونا جائحة كورونا علمتنا هواية أمور غيرة الواقع من أساليب حياتنا وتعاملنا مع الواقع الصحي بشكل كبير جدا من العوامل التي تؤدي إلى انتشار وازدياد الأمراض التنفسية هي التجمعات، القلة التهوية، عدم استخدام الكمامات الواقية في حال التواجد في أماكن احتمالية وجود بها مريض أو عدوى بالذات من المستشفيات ومرافز الصحية هذه كلها عوامل طبعا تؤدي إلى زيادة الإصابات بهذا المرض فيما يخص العلاج لهذه الأمراض الرأوية فإن العلاج يتطلب فحصا شاملا قبل مختصين أو فريق من المختصين إذن في هذه الحالات هناك أمراض رأوية تحتاج إلى فترة بسيطة إلى كورس علاجي معين لعله إلى أسبوع أو عشرة أيام أو إلى بعض أشهر وينتهي الموضوع ويتشافى المريض من هذا المرض ولكن هناك حالات مزمنة تحتاج أن يبقى المصاد على مدى حياته أن يستمر بهذه العلاجات وفي حالات أخرى لا سامح الله يحتاج الإنسان أن يجري عمليات استئصال لحالات من الورم من الأورام السلطانية التي تظهر في هذه الرأة وفي بعض الحالات عندما يصل المريض إلى حالات جدا مستعصية يحتاج إلى زرع رأة وهذه حالة طبعا جدا صعبة نسأل الله الشفاء لجميع المرضى عندنا يجب أنه في هذا المقام لازم نذكر واحد من أهم الاتهابات الجهاز التنفسي التي تعتبر مزمنة بالواقع والتي إلى الآن تعتبر واحدة من المشاكل الصحية في العراق أو هو مرض التدارون السل الرئوي مرض التدارون يعتبر مثل مقلة واحدة من المشاكل الصحية في العراق ويعتبر واحد من الأمراض المتوطنة المقصود بالمرض المتوطن هو المرض الموجود في مجتمعنا وكل سنة نسجل عدد من الحالات بزيادة أو نقصان من سنة إلى أخرى تعتمد على عدد من العوامل البيئية والعوامل الصحية والعوامل الوبائية ولكن هو على مدى سنوات طويلة لا يزال موجود في بلدنا التدارون الرئوي أهم وسيلة من وسائل الانتقال هو عن طريق الرذاذ المنتقل من الشخص المصاب إلى الشخص السليم بأنواع أيضا عندنا السل الرئوي وعندنا التدارون أو السل الخارج الرئة وكل واحد من هذول علاماته وأعراضه تختلف حسب المكان المصاب به يعني مثلا التدارون اللي خارج الرئة ممكن يصيب أخشية الدماغ سحاية الدماغ ممكن يصيب رشاء يسميه إحنا البلورسي أو غذات الجنب رشاء الجنب المحيط بالرئة ممكن يصيب العظام ممكن يصيب الدماغ ممكن يصيب الأمعاء أيضا فالتدارون خارج الرئة أيضا واحد من المشاكل الموجودة أيضاً حتى يعني فاتني أذكر أنه ممكن أن يصيب حتى الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة ولكن نوع التدرون الأكثر تسجيلاً وأكثر توثيقاً عندنا هو التدرون الرئوي تؤدي الوقاية دوراً مهماً في ملع أمراض الرئة وتقليل خطر التعرض لعوامل الخطر يشمل ذلك تجنب التدخين والتعرض للتلوث البيئي والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية إضافة إلى ذلك ينصح بتعزيز صحة الرياتين من طريق ممارسة النشاط البدني المنتظم والتغذية السليمة والحفاظ على وزن صحي أولاً يجب أن نركز على نقطة مهمة أنه الآن تدرون يجب أن منع تبر وصمة عار على الشخص يعني مع الأسف في مجتمعنا سابقاً كان الشخص المصاب بالسل الناس تبتعد عنه وتنفر منه ويعزلوه عن أهله الآن مع أخذ العلاج هاي الأمور كلها ماء الهداعي أول ما يبدي المريض يأخذ علاجه بصورة منتظمة خلال فترة سبوعين أو أكثر شوية ممكن بعد يكون غير خطر وغير ناقل للمرض وبالإمكان أنه يعيش حياته طبيعية مع أفراد أسرته ولكن بالفترة الحارجة الفترة الحادة اللي هي مع بداية ظهور علامات وأعراض المرض لحين ما بداية أخذ للعلاج في هذه المرحلة لا بأس أنه يعني تم يكون يعني ينعزل وحده في غرفة أكله بل أدواته الشخصية تكون خاصة به نركز هنا على الغذاء الصحي نركز على الأغذية الغنية بالفيتامينات مثل الفواكه مثل الخضار الابتعاد عن السكريات بكافة أشكالها لأنه تناول ملعقة من السكر يخفض فعالية الجهاز المناعة إلى النصف لمدة ساعتين هذه حقيقة علمية مثبتة فأي مريضة أو أي شخص نحن مدى نحكي فقط عن المرضى نحكي على الأشخاص الأصحاء أي شخص يجب أن يبتعد قدر الإمكان عن تناول السكريات حتى يحافظ على الجهاز المناعي وتكون عنده قابلية لمقاومة الأمراض بشكل أفضل مشاهدين الكرام كما استمعتم إلى الأطباء المختصين في هذه الحلقة فإن أفضل شيء نعمله هو نشر التوعية أول شيء علينا أن نعمله هو التشخيص أساس المرض هذه الأمراض الرئوية تحدث مثلا بسبب التدخين المفرد وكذلك عدم رعاية الأمور الصحية والتعرض إلى المواد الكيميائية والمواد السامة بشكل مستمر وأهم شيء نعمله في العراق في هذه الفصول التي تتقلب فيها الأجواء نحتاج إلى أن نبتعد عن الخروج في أثناء العاصف الرملية التي تؤثر بشكل أساسي على صحة الجهاز التنفسي أسر الله لكم الشفاء والعافية الدائمة حتى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر